اشتركوا في القناة تمنتاشر تسعة ودي الدورة التالتة وطبعا احنا عشان افتتح النقيب النهاردة الدورة دي وكان يعني الحوار اللي ضار بين النقيب وبين المحامين الدرسين في معهد المحامات كانت يعني ايه حوار موضوعي وتناول الجوانب المهمة جدا فعلا في كيفية تكوين شخصية المحامي حتى يمارس مهنة المحامات ولازم يكون المحامات دي اه رسالة المحامات لا تتطلب العلم القانوني فقط لغير ولكن لابد ان يكون على علم وتواصل بكل علوم المعارفة اللي موجودة واتكلم برضو عن الزي واتكلم عن شخصية المحامي واكد على الزي الرسمي اللي هو المفروض المحامي يبقى فيه لان المحامي ينتمي لمهنة محترمة واني عملية الزي الرسمي دي هي بتعتبر مظهر من مظاهر المحامي اللي بتؤكد شخصيته الدورة دي انا بتكلم بقى كمسؤول الدورة دي انا عدت ليها المرة دي غير الدورتين اللي فاتوا تماما لان انا عدت كشوف كشوف يدوية وكشوف على الكمبيوتر وكشوف على السيستم على اساس ان انا يبقى فيه انضباط بالنسبة للمحامين اللي هم باشتركوا في معهد المحامات علشان اللي يجي يمتحن يبقى هو المحامي اللي اشترك في المعهد اللي هو سجل في المعهد اللي هو حضر في المعهد اللي هو بيمتحن في المعهد وده كان طبعا ويمكن احنا في الدورة دي بنوحد المناهج اللي بتدرس في المعهد المحامات على مستوى الجمهورية وده طبعا لسه اول مرة احنا بنعمله واحنا الحمد لله عملناه الدورة تالتة بدأت النهاردة بوجود النقيب العام سامة حشور تم الاعداد لها من كافة النواحي سواء المحاضرين اللي هايجوا يحاضروا منهم في منهم محامين وفي منهم مستشارين وفي منهم دكاترة وفي منهم لواءات وفي دكاترة الطب شارعي فتم الاعداد لها اعداد كامل زي الدورتين السابقتين وان شاء الله بنتمنى ان يستفيدوا كل الحاضرين من الدورة دي وخاصة ان تعديل قانون المحامية الجديد نص القيد الابتدائي في خلال سنتين كان الاول بيقعد ثلاث سنين واربع سنين في ظل القانون الجديد هي سنتين ولابد ان هو يقيد ابتدائي ان لم يقيد ابتدائي فهيتم استبعاده من جدول المحامين المشتغلين بالنقاوة فنتمنى ان هما ينتظمون ان هما يستفيدوا من الدورة وللجانب من الدورة بتعد محامي يعني بتبقى بديلة للمكاتب اللي بيشتغلوا فيها فيه المكاتب بيشتغل في مكتب سواء بيشتغل جنائي او بيشتغل مدني او بيشتغل احوال شخصية هنا كل ده بيتدرس ليهم عملي ونظري وان شاء الله يستفيدوا ويبقوا على قدر من المسئولية ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله والله دورة التدريب دورة جيدة جدا وانتازة وتعتبر من الدورات يعني ان هما القائمين في النقابة نقابة المحامين نجحوا في ان هما يعملوا حاجة زي كده لانها بتساعد على تأهيل المحامي وعلى ان هي بتثقافه وعلى ان هي علميا وثقافيا غير الكلية طبعا بتزيد عليهم ان هي من اجل رفعة قدر المحاماة ومينة المحاماة النهاردة بأول محاضرة بالنسبة للمحاماة زي كويس لا والأستي السامح عشور هو يعني بيحاول يعمل جيل من المحاميين الكوادر الكوادر فعلا ان هما يقدروا يخوضوا حملة الرسالة دي بطريقة علمية اكتر ما هي عشوائية او فيها نوع من يعني الهرجالة شوية لان اللي بيحصل في اللقسام وبيحصل مع المحاميين وبيحصل في المحاكم والأيام اللي بنسمحها دي كلها الأيام اللي فاتت ديا هو نتيجة ان مفيش كوادر طلعة طلعة بقواعد وقسس علمية وثقافية تقدر تخوض حملة الرسالة دي وتحملها وتسير بيها